السلام عليكم مرحبا بكم متابعي مطبخ اميرة في وصفة جديدة وصفة ديالنا اليوم ان شاء الله ستكون هي العسل المنزلي نحضره به الشباكية وكذلك انواع كثيرة من المعسلات هاد العسل هو اللي نقلب عليه بزاف اخواتي كيجيعها قد ناجح مية في المية مكيتحجلش يعني مكيرجعش سكر وكذلك غاد نضيفه واحد المكون لكيخلي العسل لامع وقابط فق المعسلات مدة طويلة حيث كينشي عسل كنديروه في المعسلات كيدوز واحد النهار ولا يومين صافي مكيبقاش هادك اللماءان وكذلك مكيبقاش شاد فق المعسلات فقط تبعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا مزيان طريقة وبعض النصائح باش ينجح معاكم يلا دابا نبدأوا الفيديو وفرجة ممتعة بسم الله اللي غنحتاجوا ان شاء الله سكر سانيدة في جوج كيلو جرام غنحتاجوا لتر من الماء غنحتاجوا دوائد الحامض او الليمون لحيطنا لهم البودور ديالهم والاعواد ديالقرفة هادو هما المكونات غنشيوا على بركة الله اللي غنحتاجوا الكوكوت اللي غنوضعوا فيها السكر سانيدة هنوضعوه كامل هنا في الكوكوت ديالنا من بعد غنوضعوا اللتر ديال الماء مباشرة فوق السانيدة من بعد ما كنوضعوا الماء فوق السكر كيف دا هذيك الفقاعات مني تشوفوا هذي الفقاعات داروي انكم تحركوا السكر باش ندامجوا السكر مع الماء بها الطريقة تحركوها داروي انكم تشوفوا هاد الهاد الشرح اللي كنقول ليكم باش نجح معاكم الاسل كنخلقوا السكر مع الماء مزيان دا بعد غننوضعوا باقي المكونات غنوضعوا دوائد الحامض او الليمون غنوضعوا هنا الاعواد دا القرفة صافي وغد نوضعوها دابا على النار نخليوها حتي غلالينا مزيان عدا غنقفلوا الكوكوت انتم معايا دابا وضعتها في النار غد نحرك فيها وغد نتسنها حتي غلالي السكر ديالي وطلع ليا الفقاعات مزيان باش نعرفها على غلالي ايا عدا غد نقفلها عندو كتشوفوا دابا بقي كالتغلالية دابا هم الفقاعات بدأوا يعني بدأت السكر ديالنا بدأ كيغلاء مزيان صافي دابا غد نقفلوا على الكوكوت ديال ديالنا مع الوضع الصفارة والنار اللي غد تكون متوسيطة ما بدلوش النار هادئة ولا درجة عالية فقط متوسيطة منيك التغلال كبدا تصفر مباشرة كنحسبوه 35 دقيقة وارجع معاكم من بعد مدازة 35 دقيقة غد نحل الكوكوت ديالنا باش نشوف الاسر كيفش ولا داروين نحترموا الوقت دولع سر كيفجا باش كنعرفوا الاسر لها صافي جاهز كنعرفوه من الدوائد الحامض كتشوفوا الدوائد الحامض انهم تغير اللون ديالهم يعني تغير اللون كتعرفوا ان الاسر صافي جاهز مع لينا الا غنين نخرجوا لطنجرة ديالنا من النار غنمشون نقول لكم السر ديال السر ديال العسل اللي كيجي رائع وكيجي قابط في المؤسلات اللي كنحتاجوا في الكليكوز نحتاجوا المسكر الحرة اللي غنناخدوا منها فقط حبات وغنحتاجوا كذلك الروح الزهر اللي غنناخدوا منه ان شاء الله غير قطارة جissement المكونات اللي كيخليو الاسر اللي كيبقى مودة طاويلة معنا في جميع المؤسلات من بعد غناخد اللي غناناخدوا قطارة وغناخدوا هد المكونات سوف نضع ملعقة كبيرة من الكليكوز وهذا الكليكوز يعطي للماء الأسر ويبقى لنا الشباكية قابطة في رأسها ويبقى لنا مدة طويلة الأسر سوف نخزن الشباكية في المجمد لا تفقد لونها سوف نضعها في النار لكي يجب أن نضع المسكة الحرة وكذلك الكليكوز وكذلك المسكة الحرة سوف نضمجه للمكونات فقط من درجة الغليانة خمس دقائق فقط سوف نحيده من النار من بعد ما حيدنا النار نحيد الدوائر الحامض حيث لبقى لنا الأسر يبقى مشبر لنا في الحامض يعني كذلك يضيعوا الأسر من كنهزوا الحامض من أحسن مباشرة نحيد الدوائر الحامض أو الليمون ونحيدوا تلقى أعواد القرفة نحيدوا إن شاء الله الأسر ديالنا تقريبا 12 ساعة وعاد أرجع معكم ضروري أنكم تخليوا 12 ساعة باش تشوفوا النتيجة الأسر ديالكم سوف نحيده من الكوكوت ونحطه في الإناء ونجعله يبقى لي 12 ساعة ومن بعد سنتقوا في الشكل النهائي للأسل كيف سيأتي دعوانكم تخليه مباشرة هذا هو الشكل النهائي للأسل من بعد مداز 12 ساعة ونحطه في الحامض ونحتفظوا بهم فنستعملون بحلوك الكيك نستعملون في الحلويات أو نخليهم كما هم الدوائر نستعملون في الكيك يجيوا زوينين وبالنسبة للأسل من يطيبوه وخليه ليلة كاملة عاد احتفظوا به قدروا تلقوا الأسل ديالكم قصاح بزاف أو بقي خفيف مثلاً مثلاً لقيتوا الأسل بقي خفيف بزاف فكتشاهلوا علي النار ترجعوا يغلي غير واحد شوية وصافي وتعاود وتخليه يبرد وتخليه 12 ساعة أخرى وتشوفوا واش العسل تقال ولا بقي خفيف في حالة إذا العسل فات الطياب ولقيت وقصاح بزاف فغتزيدوا عليه غير شوية الماء وترجعوا فوق النار يغلي غير يغلي شوية وتطفوا عليه لكن هاد العسل اللي صوتوا معاكم هاد العسل ما كنحتاجوش نهائياً طيبوه ونزيدوا فيه الماء فقط تبعوا المقادر والطريقة اللي وريتكم بالضغط واحترموا الوقت اللي اعطيتكم وغدي نجح معاكم من أول تجريبة صدقوني كي يجي زوين زوين بالزعف وكنتمنى أنكم تبقى تجيوا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف ديالكم وليما تشاركش في القناة تشارك بالضغط على الزر أحمد صابوني فعلوا التنبيهات بجدي ما توصلوا بالجديد وشكراً على المتابعة واسلام عليكم ونشوفكم في فيديو الجاي مع السلامة وواشركم وبركة والله مبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وانت ديروني في وصفات اللي غتكون ان شاء الله ووصفات جهيوة رمضان ان شاء الله غيت تبعوا معنا وديروا الجرس وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة